اشتركوا في القناة 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 بدون تعليمات ان البطولة دي هو نادي الاهلي بلعب على البطولة هو بطل دايما بلعب على البطولة اتمنى ان شاء الله يظهروا محمود زاكي وعمر حجاجي يظهروا بمعزر كويس مع زميلهم ان شاء الله بطولة غير كلا كمان هو نادي الاهلي ضفلوا السنة دي اربع او خمس لعبين صعدوا من فريش الشباب كانوا معاك السابتة كابتون او كانوا مع كابت السابت السابت او كانوا معي سيد الادل فاتت دعم بمحمد عصام الطيار هو حالس مرمى معهم في تونس دعم عبد الحميد السيد هو سنتر فرود منتخب مصر الشباب ودعم برضه في عبد الرحمن علي ده مصاب اللي هو منتخب مصر الشباب منتخب الاول دعم بهادي حميده باكرايد بس برضه مصاب للأسف ودعم بسيسا هو وينجليفت فطبعا هم اتنين بس اللي اتخذوا كابتون عاصم خدهم بس البطوطة دي على فكرة دي لقطات برضه من قبل التمرين يعني شايفين برضه اللقطات دي حصري على قاتلنا دي الاهلي مش هنشوفه في اي مكان هم اللاعبين بيقدوا طبعا تدريب الجيم النهاردة كابتون عاصم قال ان المباراة طالما انسحاب هعلي الحمل شوية شايفين تقويات للعبين الحقيقة واضح برضه كابتون يعني ان هو برضه حتة النحية البدنية برضه كابتون عاصم مش عايزة تبعد شوية حتى بعد المباراة الانسحاب اه طبعا هو كابتون عاصم اه استاذ انت لازم بتقبع وردي عامل برنامج بتأهيل الكلام ده كل ما بتقفش يعني انت بداية الموسم لو انت بتعمل اعداد عام او بعد كالا اعداد خالب بتفضل اه اه الجيم بيفضل السرعات برضه حتى لو عندك فوس المباراة بتعمل الكلام ده كله بس حتى فوس المباراة طب كابتون خلينا اتكلم على ان شاء الله انت حداك قلت بنسبة مية في المية باذن الرحمن ان شاء الله سات اهل الاهلي اه الى دور التمانية خلينا اتكلم حزوز النادي الاهلي كاول هتبقى ايه او مش حزوز سكته خلينا نقول سكته اه لو خد اول المجموعة وسكته ايه لو خد تاني المجموعة فقبل النهائي هو احنا متفكرين ان المجموعة اللي فيها نادي الاهلي المجموعة التالتة دي هو هيصعب منها اتنين متقسيم بالنسبة مية في المية هو نادي الاهلي المصري ونادي الحمامات التونسي مرشينا مع الحمامات اه هيكون يوم 24 اكتر اجيال الساعة ستة بالليل هو ده اللي هيدي بيجبنا جدا اول مجموعة او تاني المجموعة اول مجموعة لو كسبناها ان شاء الله وان شاء الله هنكسب ان هنصطدم بنادي الزمالك المصري في الدور قبل النهائي لو خدنا اول نصطدم بزمالك المصري لو لقد الله حصل حاجة غير كده يبقى احنا هنلاعب الترجي التونسي اه في الدور قبل النهائي يعني مطش يوم 24 مع الحمامات احنا كده كده متأهلين بس ما قلناش او لانه انت كده كده هتقابل يعني اللي عايز يكسب هو اي ان كان من الفريق اللي قدامه وعايز يكسب بطولة فهيكسبه لو انت عايز تكسب بطولة طبعا صحيح الطبيعة اللي انت بتلعب اي فرق قدامك بتيجي قدامك ان انت بتحدد انت عايه هدفك اي وعايز اي من البطولة دي هتكسبها فاي فريق جامد او ضعيف جايد قدامك فالطبيعة اللي انت هتكسب خلينا نقول تاني ان احنا اخدنا اول مجموعة فوزنا على اللعب الزمالك المصري هي بقى اول مجموعته انه مفيش حد جامي جدا في مجموعته ممكن اللي وراءه هو فرق برضه متوسطة خالص ياودات السمراء المغربي كسبناه كتير احنا صدر كسبناه اه وزمالك قدر على كده ريدستار رفواري في الكاسة الجبوني ده واتحاد الليبي ما تغلش انهما فرق قوية فهو اكيد الزمالك يطلع من المجموعة دي هو المجموعة حتى المجموعة الاولى اللي فيها الترجل التونسي بفيش كبلاد افرقية بس ما عام فيش بلاد بلد عامش فرق مصرية او فرق تونسية تانية هو يطلع ازامنا فيه النهر الاخر المصري والحمامات والترجل التونسي والزمالك المصري لان الاهر لو خد اول مجموعة ان شاء الله ويكسب الحمامات هيلعب الزمالك في الدور قبل نهائي لو لقد الله حصل للكده هيلعب التراجي التونسي في قد النقيق خلينا برضو أكيد هنشوفه بشكل كبير برضو هيتحدد أداء طيب خلينا تكلم برضو عن احنا تكلمنا عن الحمامات كويس تكلمنا عن النادي الأهلي كويس تكلمنا ناقص مثلا نتكلم عن فريق الزمالك الزمالك أخبره إيه هل كان عنده مصابين كان عنده هل جاب دعم بفريق يعني تكلمنا عن نادي زمالك برضو والله الزمالك استمادي أحسن من السادة الفاتت طبعا هو غير مدير الفني السناني بكابتن مكدب المكبس طب كابتن خلينا أنا آسف أوعات حضرتك هنكمل ونقول ونكلم عن نادي الزمالك بس احنا معنا على الهاتف الزميل كريم أحمد مراسلنا في تونس مع فريق اليد ازاكا كريم تحاية لك يا كابتن هايس فأم تحاية لك يا كابتن هايس تحاية لكل مشاهدي بأحد الهاتف كل مكاس طمنا الدنيا عندك عاملة إيه الأخبار إيه الفرقة طمنا على كل الجوانب حتى الناحي البدنية مصابين الاستعدادات تكلمنا خذ راحتك وطمنا على الفرقة ممكن استعدادات مكسفة يا كابتن هايس بالنسبة طبعا للمجي الأعلى بصدر كابتن عاصم حمد طوره سنة 11 كان خاصة في كابتن عاصم تبريب على الثن اليوم الثاني كان تبريب على مرحيثين تبريب الأول كان على صالح تبريب الثاني كان في الجيم كابتن عاصم نزل بالتبريب في اليوم الثالث الأمور كانت ماشية بشكل رائع جدا مماشي حتى زي اللاحظة بشكل رائع لكن الجو هنا كان في نهاية مختلف بشكل كبير جدا عن وصنة سيول وأمطار كتير جدا هنا في طنب اللقامة في مدينة الحمامات بشكل عام لكن ممكن عايزة تبريبنا في الحالة المعنوية الحالة البدنية لكون اللي قديم على قابة الاستعداد ممضوح حقاها وصل بالأمس ولباكت رجال كورة الياب كان متأثر عن الوصول من يوم 16 لكن نصممنا عليه ووصلوا حضر كمان الأول تدريب كان أمس والنهاردة كان فيه تدريب أخر في الجن اللي هي كبتان عاصم محمد الأمور ماشية بشكل رائع لكن هنا زي ما بقول لك كل البيعاتات متواجدة في صندب واحد نبي الزمالس النبي الأهلي الفردي الحمامات البعاتات كمان لفريق السيدات البطولة هنا منقسمت مين السيدات عندهم بطولة والرجال عندهم بطولة وفي تكدس كبير شوية في صندب اللي قام لكن في محاولات كبيرة من السبت العاصم نوء يقفل على السرقة يبطي تثبيتات للمطاعم للأجل يعرف طبعا كابتان أن في عدد كبير تتبع الأمور مختلفة شوية في البعثات لكن بطنمت أن كل الأمور مش يرشط لطاير مبارح كان فيه الفناعة الفني كان فيها الساعة كان هنا مساء نسلية لقاء مع رئيس الاتحاد هنا في تونس تتكلم معايا طبعا بشكل عام على التثبيتات للبطولة زي ما قلنا للبطولة تكيب على طلقين صالح الحمامات وصالح نابل أول مباررة للنادي آهلي كما نحن عارفين كان الأهل المصري والأهل الليبي في الساعة العاشرة الصباحة باليوم لكن طبعا بعد سوزار نادي الأهل الليبي تم تغيير الجدول وتم توجيه الجدول على كل النعديل النادي الأهلي عملي مباراة غدا في الساعة كبيرة المباراة دلوقتي الحضور الجماهير يمكن النهاردة الحمامات لعب ولا ملعبش طب مننا الجماهير بتيجي ولا مبجيش هل في جماهير راحت وراء النادي الأهلي ولا لا يعني قلنا برضو انتهناك وشايف الدنيا ماشي هزاي اللي نحن من الوحظات كانت ينتهي حفل البداية كانت في حفل البطولة نحن منتهي من أكثر من ربع ساعة حدر في طبعا كل النفوذة وكل البعثات على رأسهم بكل مدحث البطاعة جنبري هتنطلقت يعني هتنطلقت في خلال ربع ساعة الحمامات وهرتاز اللي هو ناجل أهلي هيلعب وفجن الحضور حتى اللحظة دي ما أضافش أقولك على السبير هي السبرة بتشير 2500 مشجع لكن من الواضح أنه طبعا مع يوم اللي افتتاح في شعب السبير مثل يقول 500 مشجع أو 600 مشجع موجود فيها المدرجات لكن أكيد يوم مباراة الأهلي والحمامات هتكون الصالة منطلقة على الآخر مباراة الجمال في موضوع أي طريق هتكون الصالة منطلقة على الآخر لكن يمكن اللعيبة من خلال كلامنا معاهم حدثنا معاهم في ترسيز في دولبن احنا حملين اللقر جنون تعارف حدث عبدالويرس ومحمد البرهيم ومطري وبجي وكل اللعيبة من خلال حدثنا توقيت القاهرة أم لا توقيت تونس الأهلي المصري وحيرتاج توقيت تونس وسبعة مساء بتوفيد مصر الأهلي وتنزل كاميروني هيكون يوم 23 أربعة عصرا بتوفيد تونس وخمس عصرا بتوفيد مصر يوم 24 الأهلي والحمامات 6 مساء بتوفيد تونس 7 مساء بتوفيد مصر إن شاء الله كل التوفيق لفريق نادي الأهلي شكراً جزيراً لك وكل قلوبنا معاك هناك تغطيتك بتبقى جميلة وغطيت قبل كده أبطال الكووس والسوبر كل التوفيق لك يا كريم كل التوفيق للزملاء من قناة النادي الإحلي الحقيقة خلينا نتكلم بقى احنا كنا نتكلم قبل مدخلة او قبل هاتف كريم كنا نتكلم عن نادي الزمالك عاشين نشوف دعم ازاي كان في صفقات جديدة بداية الموسم ولا كلمنا عن نادي الزمالك باستفادة شوية كده نادي الزمالك دعم الاول تم تغيير مدرب مدير الفني للزمالك استنادي بدعم كابتان ايمان صلاح تم تغيير مدرب لكابتان مجدى ابو المالد كان مدرب العام الساري فاتت مع كابتان احمد داويد في نادي الجيش نادي الزمالك استنادي دعم بكذا لاعب استنادي منهم محمود فلفل حلس منتخب مصر بالطيران ده كان محمد علاء لوك سنتر هوف دعم استنادي وكمان وصعر له يحيا خالد من فرق الشباب وكان منتخب مصر للشباب الزمالك كانوا كدبين روحوا المعلوية عاجة جدا مطافة جدا هم كمان ضموا اتنين لعبين مميزين واحد مصري وسام سامي من نادي اسبورتن ومنتخب مصر سنتر فارود وجاب كمان مسعود بركوس ده احسن بك رفت في الجزائر رجب منتخب الجزائر اه احمد الاحمر اخباره هي لعب والله احمد الاحمر قابل البطولة كان هو راح اسبانيا برسلنا عشان يشوف اخبار رجلو ايه بس ما اعتقدش ان هو ممكن يشارك حتى لو شارك هيبقى الدنيا صعب شوال احسن مش جاهز كامل يعني طبعا اتمنى الشفاء العجب لعب لمنتخب مصر طبعا احمد الاحمر اللعب هايل طبعا ويفدنا لمنتخب مصر طبعا اتمنى له كل الشفاء اكيد طبعا يعني الزمالك برضو حالته افضل كثيرة من العام الماضي اه كثير اه الدعم الدعم اللي هو حصله من اللعب مثل كان المركز اللي كانت نقصه اه كحارس مرمى خبرة زي فلفل اه زي طبعا هو عن طبعا محمد الاحمر منتخب مصر وكلا وهو عنده كمان لعبة خبرة كثير منهم حسن يوسري ومنهم ريشا ومنهم محمد بس جون الزمالك مشل هو كان هادي اه كريم كريم هنداوي طبعا كريم هنداوي حالس طبعا يفرق طبعا اه يفرق في عائل اي ناس دول انهم قالوا وزادوا يعني قالوا كريم هنداوي سافر احترف وجابوا اه محمود فلفل فطبعا يعني فلفل طبعا اللي جايب برضو يعني يعني هو المتخب مصر مع كريم هنداوي فا استحيقوا مع الشام السبك برضو اه حالس كويس ومنهم خبرة في العيبة اه كمستاذ سيد اللحمر حسن يوسري ريشة مع طبعا وجود لوكا وجود كمان وسام واللعاب الجزائري ممكن ما عرفش بقى حصل حصل فيهم حصل تجانس بينهم بعض بالضبط ممكن يكون وسام بس عشان هو اصلا من هالي الزمالك من هو صغير في الشباب وعرف اللعاب اللي فمندخم مصر اما لعاب الجزائري ما عرفش ان هو ممكن يتأقرم هو بس هو العيب كبير برضو خلي بالك برضو عكبت ان الزمالك عنده مشكلة انه ما عندوش فرقة قوية في المجموعة فما فيش مباراة تعد الفرقة فيها كويس بالضبط هو يفرق معي ان انا لعب مصر جميل بس مصر جميل بتاعنا ممكن يرهقنا بس يعني سعاد بتبقى يعني دايما من انصار انه تقع في مجموعة جبدة اكيد طبعا اكيد هو لو كان ممكن عمل مرشات اه كتير او عمل اصلا من الخمشرة فرقة على مجموعتين كنت ممكن تلعب مرشرة اكتر بس هو عمل تام جميع فانت هتلعب حوالي تتلعب مرشات وبعد كده بالنهاية وبعد كده بالنهاية فكل البطولة كلها اربع خمسة مبارات فقط خلينا نروح انا خدنا النادي الاهلي خدنا الحمامات التونسي خدنا الزمالك المصري الترجي التونسي دول بقى مفروض اكوا اربع فرق وغالبا هيكون مربع منهم الترجي التونسي فريق اه جايد جدا السائل الفاتت هو اللعب النهائي مع نادي الاهلي في بلوكين الفاس ونادي الاهلي الفاس في النهاية ستة وعشرين تتاتة وعشرين اه برضو ليه برضو من الحظ جاي اه بحضور افريقي نادي محترم ومعروف على مستوى الافريقي هو برضو يطمح برضو انه هو ياخد البطولة في وسط ارض وفي وسط مرضو الممكن جمهور لجيل ومنه بس الترجي حبا يبنى يا كابتن بسرحة يعني بعد موت شكورة بعد موت شكورة ومكسب ان شاء الله حبا يبنى بسرحة اخد بالك شكري جويني من الطايرة لعب الترجي جنة اعرى لأ انا هكلم بأمان اسيبك الانهزار اللي احنا بنهزاره بس الترجي بتربطه بالنادي الاهلي علاقات جيدة جدا يعني حتى اللاعب شكري جويني اللاعب الطايرة منتخب تونس اتعاقت مع فريق الاول للطايرة يعني دايما بحس ان الترجي كده يعني لينا معزة عندهم كبيرة فهي ممكن يعني المكسبة بالنهاي بقى في معزة برده اما حاجة بس في معزة برده بس انت بتقول انه فيه اربع العيبين نمشوا من عندهم هم بيدعم برده بس انا للاسف ما عرفش بس هو دعم بس هو طبعا ان هو يوصل وسط ارضه هكيد دعم من اندية داخلية ممكن يكون دعم من خارجي او دعم اه داخلي من افريقا التونسي او اي اندية تانية داخل تونس بس وردي اه هو نادي الترجي بفرقة محترمة جدا معروف او الافريقية بس ما روش معكين ان هو بيوصل الافريقيا بس الآن دلوقتي هو مفيش على اللقب واحد بس يعني الترجي خد لقب واحد لقب واحد في كل افريقيا خد بالك اكابتي برضو اديك معلومة كده من المشاهدين احنا السنة اللي فاتت فوزنا على الترجي بكل الالعب فوزنا كورك خدم فوزنا طيرة هناك في ملعب الترجي فوزنا يد ايوه الباسكت مفيش فرقة للترجي بس احنا فوزنا على الافريقي اللي هو كان كان موجود بطولة افريقيا اللي فاتت في الاهل اللي هو البديل بتاعتنا احنا احنا كان اللي سارCongنمي تفوق على الاندية التونسية في جمال الألقاب الأفريقية سحيح، كبتن خلينا بردو نروح لعدد الألقاب يعني عايزين نشوف المدي الأهلي كام لقب الاندية المصرية كام لقب الاندية التونسية نحطينا في حصائية سريعة كده هو أكتر فريق مفوض أنه حاصل على البطولة دي أصلا هو البطولة جزائري ملودية جزائري؟ اه، هو مش موجود دلوقتي مش موجود دلوقتي خالص، هو وقت 11 مرة بطولة أفريقية هو الفرقة تفضت خالص؟ اه، بفرقة، لا، اتغير النادي بقى مجمع البطولة وقال لها فترة جبيرة جدا، بقى كم سنة أنها تخشش أبو الظبط شارك طيروس، شارك طيروس هو داكة 11 مرة، إذا مالك المصري وقت 9 مرات نادي الأهلي خمس مرات، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله تبقى هي دي السابقة بعد كده تخيل بقى أنه لا يوجد أنديه التونس يعني لا يوجد أنديه التونس وقته بعد أهلي بعد كده فاب يويندي دا، خمس مرات فاب وقت خمس مرات؟ برزبط، اه، خبر ربيان، خمس مرات لا، إذا لم يكن هناك فرقة مصري مشتركة أو إيه؟ لا، لم يكن هناك فرقة مشتركة، أولا ممكن فرقة تونسية أو فرقة جزائرية فيه فرقة برضو من نيجاريا دي فازت مرتين، الفرقة اللي بعدها دي ممكن التونسي دا هو كسب أعتقد هو مرتين بس، مرتين، إذا تملك مسحلي، برزبط تونس كلها كم مرات؟ فرقة تونس كلها كسبت تلت مرات أول، أربعة تاني خد تاني، تالت خد تاني مرات برسعيد خد بطولة. هو ده الاربعتاشر. ده برسعيد خد بطولة كالسنة كم ديلة هتختكارش؟ لا بس بأعتقد ان هي ممكن تكون في سبعة وثمانية 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 في الوقت اللي لنا كان برسعيد فريق عالي جداً ساعد هي. ياهو كريم كان بيقول لنا هشوف الجو قلب يعني احنا شايفين في التقرير جو مشمس بيقول لك قلب تسيول ومطر وبتالي ده الجو في تونس بيبقى كده يعني بتالي ده احنا ملاش ده احنا العب صلاة تمطر ما تمطرش احنا عاديم جوة ده اه بس لسه الجو برضو ممكن يكون كويس في تونس اتمنى ان شاء الله اللي هي بتخلي بالها من نفسها مرش حد يتعب ان انت عندك بعد كده مرشاط مهمة جداً 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 جداً. دول التمانية الاربعة الفينال اه بالزبط فلازم يخاف ويعرفوا على رسولهم كويس جداً ويعرفوا اه اكيد او معاهم الدكتور محمود ومعاهم اه مدلك اه شغير ومعاهم احمد قادري اخصاريك طبيعي اه اكيد يحافظوا عليهم ويأهلهم كويس ابل المنطش من الحالات. طب كبت من اللعيب اللي تتمنى اول انت شايف ممكن يفيد جداً نادي الاهلي. لعيب تتمنى كده بيلعب في مصر. طول لا انا محتاجين اللعيب ده او نادي الاهلي تتمنى فيهم الامن ويستشبت نادي الاهلي. بص عرك كان فيه بس هو مسافة د محطة د. طبعاً. انا متمنى ان يدرعي ايجي اه ا اه نادر اهلي كباك اه اه ريفت. ان هو يكون موجود. طبعاً هو احترف فيه برا. كان في هم مفاوضات مع السادي اعجب بصود بصود. طبعاً قال السافر برا اه انا 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 سافر يعني. طبعاً لقاب معنا بتلطين واخدهم. اه اه نادر اهلي استنادي فين جون كتير يعني. بالفره في الاجبومين. انت عندك فرقة تقيلة جداً. نفتوض انت عندك اسلام حسن وعندك حجاج ومحمود زاكي وعندك معمود طهو وعندك عبد الوارس وعندك محمد إبراهيم وعندك حراس وعندك عمر بكار وعندك فايز وعندك نغبة أصلا من لعبين على مستوى مصر هم قوام منتخب مصر وعندك المصري أحسن مدافع في مصر حاليا ده أنت نادل آلي يعتبر منتخب مصر موظمهم بنسبة خمسة وثمان في المية هم ممثلوا مصر وإسكانهم على الشباب اللي جمعون وليسة طبعين الخمس لعبين غير اللهم كلهم عندك كمان مصطفى خليل عندك خبرة كبيرة جدا في مصطفى إسلام حسن هو ماستو الهندبول أو السنترهاف على مستوى مصر أتمنى إن شاء الله يعملوا مباراة كويسة في المشاريع الجاية وتعودوا على قبل المرش الحمامات يكون داخلين بخوة جدا إن هم إن شاء الله يأخذوا يكسبوا الحمامات وقبلوا زمانيك إن شاء الله إذن أفهم من كلامك كبت إنه الأربع عنديا اللي بترشحهم بقوة للوصول للقابل النهائي وهيتحدد بشكل كبير من هيقابل مين ممورات الحمامات بتاعتنا لأن المجامع التانية مش بالقوة الكافية هم نادي الأهل المصري الحمامات التونسي نادي التراجي التونسي نادي الزمالك كنتم معطين بنسبة من نسبة 10% من حدي الزمالك المصري والتراجي التونسي اللي هتوقف على مين هلعب زمالك ومين هلعب التراجي التونسي هو مين فايز من ممورات الحمامات التونسي والأهل المصري اللي هو يتلعب يوم 24 الساعة 6 بتوقيت مصر الساعة 7 بتوقيت تونس 6 بتوقيت تونس 7 بتوقيت مصر بزبط إن شاء الله الفوز يكون حالفنا إن شاء الله ومنفوز المبرادي مستعد إن شاء الله للزمالك المصري إن شاء الله دب خلينا أتنقل لموضوع تاني التحكيم يعني إحنا ما بحبش أخد قوي في الحتة دي بس دايما بنشتكي طول عمر اللي نادي الأهل بشتكي من التحكيم الأفريكي حتى في كرة القدم يعني أتخذ كرة القدم مع كل الفلوس وكل الميديا وكل السبوت اللي محطوط عليهم وبنشاهد بره التجاوزات في التحكيم شايف ده ممكن يحصل في اليد ولا لا أكيد ما بص ما فيش تحكيم ببقى فيه ببقى فيه مشاكل دايما في كل الألعاب مش في الهندول بس أو الكرة بس من غير التحكيم يكون فيه أخطاء مش يبقى فيه حلوة في اللي أو فيه إسارة أعتقد بطولة أبطال الدولي الأفريقية دي بيجيبوا تأمين من أوروبا بيجيبوا يحكموا المشاط التقيل أو أعتقد في مطش مثلا الحمامات والأهلي إنهم يجيبوا حكم أكيد من أوروبا أعتقد برضو سنفالي هجيبوا برضو إسكان للزمالك والأهلي أو التراجي التونسي والحمامات هجيبوا برضو بس أطارك كوس مجابوش مجابوش عشان الأهلي كان مساءته كويس جدا وهو كان بقفالي جدا كان واضح جدا من تكلفة طبعا تكلفة على التحدي طيب قولي برضو وعايزة روح للناحية الفنية شوية خلينا خش جوية في ناحية الفنية طبعا حداتك معاه في استوديو طبعا حداتك مدير فني وشباب ليد الأهلي شايف قوة نقاط قوة النادي الأهلي أو نقاط قوة النادي الأهلي هجوميا ودفاعيا طبعا أول حاجة دفاعيا بتبدأ من حراسة المرمى تمام حراسة المرمى نادي الأهلي فيها حالسين حالين هم منتخب مصر فيهم هجي رفعت وفي السيد محمد هم حالين هم في منتخب مصر كبير وصعف لهم كمان محمد أسامة الطيار وحادس مرمى منتخب الشباب ستة ودفاعيا يعني عندك أول حاجة في ناحية دفاع هي حراس المرمى حراس على مستوى عالي بعد كده عندك إبراهيم المصر ارتكاز أو العبود الفقر للدفاع لنادي الأهلي ومنتخب مصر برضو موجود عندك من دوح طواها في النحالمين أو الباك عندك إسلام عندك محمد إبراهيم في نقطة دي عندك باجوف في الدفاع الدفاع عندنا نلعب بستة صفر بالمقابلة أو على حسب طريقة كابتالعاصم على حسب المرش القدام وهيلعب مثلا خمسة واحد والستة صفر أو حسب الفرقة اللي قدامك يتلعب ازاي عندنا فرقة خوية جدا عندك أحمد عبد الرحمن برضو مدافع جيد جدا هو سلطة فرود بالزبط بس طبعا وجود المصري هو فترة كبيرة كان مصاب لسه جاي من إصابة آخر مرشين بس أنا شايفه في الفيديو يعني معنا لسه موجود بس هو برضو مرجعش المصري يعني هو لسه فيه لسه فيه كان محاب قاعد فترة حوالي سبعة مصاب هو محمد إبراهيم لسه راجعين آخر ثلاث مباريات بس من شاء الله يجيبه في الفرمة في المباريات اللي جاية دي قبل مقش الحمامات 24 شاء الله هشتغل بهم على حسن مباريات اللي قدامه وأكيد هو شاف الحمامات هشوف الحمامات على عيون البطولة وشوف الترجي وشوف الزمالي كيقدر يحاجد طريق دفعية اللي هدفع بيها اسكالي 6-0 أو 5-1 أو أي الطريقة هو شافها مناسبة إلي العبية يوم مباراة طب هجومين لك هجومين طبعا عندنا عناصر خبرة كتير جدا في الفريق في الأول عندك سنتراف أو بليميكر المفهود اللي هو بقل عليه الموخ أو الدرعلي المدرب عندك إسلام حسن عندك محمود زاكي عندك عبد الوارس ثم إسانت الرافات اللي بعتمد عليهم بصفة كبيرة جدا كبتن عصر محمد وكبتن محمد عادل عندك في النحة الباكة لفت عندك عمر حجاج عندك بصفة خليلة عندك برضو عباس ممكن يلعب في الباكة لفت عندك النحة النحة الرايد عندك محمود طا عندك فايز عندك طب إحنا اللعبة السريعة يناسبنا أكتر ركبتن ولا نلعب سيب بلاي ونطلع على على دفاع مرسوس يعني أنت شايف الفاست بريك أو الدفاع أو الهجوم الخاطئ نبص حرك قوة من قوة السريعة دلوقتي السريعة أو الهندبول الجامل دلوقتي اللي ندافع قوة جدا ونجي فاست بريك هو ده هو ده تطور أصلا المجا السريعة المجا السريعة المجا الثالثة هي دي التطور بتعليها بأصلا عشان كده إحنا عندنا في مصر في كونسطنين يعنيه اللي هو سمطرة سريعة عندنا أجبر اللعيب أنه يجري إن لو تحسب جم 2 فاقية يعود يعني أنا أتمنى إن شاء الله أن هم دفعوا كويس جدا ويطلعوا في وسط بريك ويجوم مجوم سريع منظم بتفهم أنا كتير جدا كل واحد يعرف هيجري فين وإزاي تفهم أنا كتير جدا لو دفعنا كويس جدا الفرق اللي بتدفع عموما هي نبتكسب رب عليك الفرق اللي بتعجول نشوفنا ذا كتير السنة اللي جديت لما فرقيتنا دفعت كسبنا مرتاح أكيد أكيد يعني أتمنى إن شاء الله هندفع كويس جدا بحسط مرمى جيد جدا وإن شاء الله نكسب البطولة إن شاء الله كابتن قولي برضو أخيرا يعني نصحتك إلي اللعبين أكيد طبعا اللعبين لإخواتك ولادك يعني أنت مرمتهم نصحتك لما أي شو بطولك جدا أول حاجة أنت بتمثيل نادي الأهلي نادي الأهلي دي حاجة كبيرة جدا على مستوى مصر وأفريقيا ومعروف جدا نادي الأهلي يعني مين أنت تعبوا بإسم نادي الأهلي لازم أول حاجة يكون عندكو الروح والإيجابية لأن أنت أنت حمل لقب البطولة دي اللي أنت زي أنا نقول الاحتفاء سهل منك تقب بطولة بس الاحتفاظ بيها هي هو ذل الأصاب أتمنى من اللعبة التركيز 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 في الناحية الدفاعية والنحية الهجومية وتعرف كل واحد لا ينود أنت تعرف تضع cra tariffs أنت تعرف أنت عندك عنصر والخبرة في الفريق ازاي تكسب بي أتمنى التركيز في النواحي الدفاعية والنواحي الجماعية والهجومية التركيز مع كابتال غاصب وكابتال محمد عائدل على طريقة اللعب اللي هم عايزينها أتمنى من اللعيبة طبعا أهم حاجة الروح الروح لادئالي والروح انتو كمانكا انتو مزدغارين يعني اللعبة أصلا مزدغارين هم مفاهمين هم أصلا رحلين البطولة دي مفهود تحمل اللقب مفهود ترجع بالكاس برضو فأتمنى إن شاء الله من اللعبين التركيز في البطولة والرجوع بالكاس في زل وجودها في تونس في زل وجود مرافسين جادين زي الحمامات زي الزمالك المصر زي التراج التونسي أتمنى إن شاء الله روبير كاس بس دا مش سهل بطولة صعبة في تونس مش سهلة لازم أتعب جامي جدا من أول من مرشاط لها آخر المرش أتمنى إن شاء الله الفوز لنادر شاء الله كابتن نحيا يوسف المدير الفني لفريق شباب يدي الأهلي شكرًا جزيًا نورتين وشرفتين شكراً بايسا وإن شاء الله إن شاء الله عزيزي المشاهدين هنوح لفاصل سريع وأرجع لحضراتكم عشان يستقبل دفتنة أو يعني دفتنية لتنين لعبات كرة طائرة سيدات لعبات منتخب مصر كرة طائرة الحقيقة لعبات النادي الأهلي آية الشامي اللي حصلت على اللقب أحسن إرسال في توروة أفريكا اللي فاتت ومعنا هتكون رحمة حسن أيضا لعبات النادي الأهلي والمنتخب واللي لسه رجعين من الكاميرون وهنعلن أيضا بعد الفاصل على أسماء الفائزين اللي فازوا معنا النهاردة بتذكرة لحضور مباراة الأهلي والنجم يوم الأحد القادم هنعلن الأسماء أيضا بعد الفاصل واتروحوش بعيد فاصل السلام عليكم لحضركم